اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه الحصة من مادة التربية الاسلامية هذين تعلموا صورة جديدة هذين نرتلوها ونحفظوها ونفهموها هذين سوو لكم اشنو هي الصورة الثانية من المعوذتين سبقنا شفنا صورة الناس لكن خصنا واحد صورة من المعوذتين وغذين نسوو لسناء شنو هي الصورة الثانية من المعوذتين صورة الفالق سبق الله عليك هي صورة الفالق وعدد الآيات ديالها خمسة دباء اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين غذين نستمعوا جميع لهاد القراءة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفالق من شر ما خلق ومن شر غاسق لذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسق لذا حزد مزيلا الآن من بعد ما استمعنا لهاد القراءة المباركة أنا غد انقرأوا أنتم انتبهوا معي بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق لذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسق لذا حسد الآن أخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين أنا غد انقرأ وأنتم غد ترددوا من بعدي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق لذا وقب ومن شر غاسق لذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد زيان انتبهوا معي الكلمة النفاثات كلمة النفاثات تنقرأوها النفاثات الحرف اللي بالحمر عندنا في الكلمة هو حرف الثاء وعنده ثلاثة ديال النقاط وتنقرأوه ثاء تنقرأوه ثاء والحرف الآخير اللي في نفس الكلمة اللي ملون بالأخضر سبق لكم شفته في مادة القراءة والكتابة إلياس عرفتي هذا الحرف نعم نعم قلنا شنو هو حرف الثاء جيد هو حرف الثاء وتيختالف على حرف الثاء فأنه في النطق تنقرأوه الثاء وحرف الثاء تنقرأوه الثاء وتيختالف كذلك في النقاط حرف الثاء عنده جوج نقطات وحرف الثاء عنده ثلاثة ديال النقاط تفضلي ماليكا قرأي النفاثات النفاثات نتابعي أعيدي مرة أخرى النفاثات النفاثات من شر حاسف ندا حسن سبارك الله عليكم سنعود أخوات المشاهدات إخواني المشاهدين نقرأ الصورة باش نتدربوا على ترتير بعض العبارات والكلمات بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسقين ذا وقب غاسقين ذا غاسقين ذا إذا أحطوا شنو هو الحرف اللي عندنا بالأحمر تفضل عبد الله هو حرف الآلف هو حرف الآلف لكنه حرف الآلف بلا همزة حيث ما تنقرأ ما تنطقوهاش فتنقولوا غاسقين ذا غاسقين ذا تنقرأوها غاسقين ذا غاسقين ذا هذا طبعا في رواية ورشة عن نافع ويمكن في رواية أخرى تلقاوها أو تسمعوها كتقرأ غاسقين ذا وهذا صحيح طبعا بنطق الهمزة حتى هو صحيح هذي نطلب مرة أخرى من مالكة تقرأنا غاسقين ذا غاسقين ذا جيد زهر غاسقين ذا مزيان غاسقين ذا ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسدين ذا حسد حاسدين ذا حاسدين ذا إذا لاحظوا الآلف اللي عندنا بالحمر الحرف اللي عندنا بالحمر عفوين هو حرف الآلف ولكنه بالهمزة حتى هو ما تنطقوش وتنقروها حاسدين ذا حاسدين ذا ونعاود نذكركم مرة أخرى بأن هذا كين في رواية ورشع النافع وفي رواية أخرى ممكن تسمعوا أو تلقاوا لكي يقرأها حاسدين إذا حاسد وغادي نطلب من سلمة باش تقرأ لنا هذ الكلمة حاسدين ذا حاسدين ذا مزيان أعيدي مرة أخرى سلمة حاسدين ذا سبارك الله عليك أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين في هذ الحلقة تعلمنا نرتلو صورة الفالق ووقفنا على عبارات غاسقين ذا وعبارة حاسدين ذا باش تتعلموا وتنطقوها بطريقة صحيحة سنطلب منكم تعاودوا وتقرأوا الصورة وترتلوها في بيوتكم وصلنا لنهاية الحصة نبقى مع مادة الحساب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته